الى صحيفة الشرق الاوسط زيلانسكي يقول من يخططون لزيارة اوكرانيا يجب ان لا يأتوا بأيدي فارغة اذا قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلانسكي ان القادة الذين يخططون لزيارة اوكرانيا يجب ان لا يأتوا الى هنا بأيد فارغة وادل زيلانسكي بهذه التصريحات عندما سئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ووزير الدفاع الامريكي لويد اوستن الى كييف اليوم الاحد حسب ما افادت شبكة سي ان ان وضف زيلانسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف لماذا من المهم ان يأتي القادة الينا ساعطيكم اجابة عملية لانهم لا ينبغي ان يأتوا الى هنا بأيد فارغة نحن ننتظر ليس فقط الهدايا او الكعك نتوقع اشياء محددة واسلحة محددة واضاف لهذا السبب سنكون قادرين على التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة او جزء من حزمة التسلح التي اتفقنا عليها من قبل ولهذا السبب اعتقد ان هذه اشارة ايجابية